لكل هانم قاعد مع صحبته في النادي وكل رجل قاعد مع صحابه في الشغل وسائل المواصلات أو على وسائل التواصل الاجتماعي ويعودوا يفشوا الأسرار الزوجية بينهم والعلاقات الحميمية مع زوجتهم اسمعوا الفيديو ده وركزوا فيه للنهاية الحبيب هنا أأكد على أمر أشد حرمة وأشد خيانة للأمانة هو إفشاء أسرار العلاقات الزوجية بين الزوجين إن الزوج يفشي أسرار غرفة النوم والزوجة تتكلم عن أسرار السرير بينه وبين زوجها كل ده حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن فيه الإثم العظيم والوعيد الأكيد فقال صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس أشر الناس يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها والحكم هنا ينطبق على الرجل وينطبق أيضا على المرأة إن المرأة تفشي سر زوجها تتكلم بقى مع صحبتها تتكلم مع أخواتها تتكلم مع والدتها عن أسرار العلاقة الزوجية بينه وبين زوجها وبيعمل إيه وما بيعملش إيه وهو يتكلم مع أصحابه ويتكلم مع رفقاءه في العمل عن أسرار العلاقة الزوجية بينه وبين زوجته بتعمل إيه وما بتعملش إيه ودال لي يؤدي في النهاية أنه يبقى فيه شيطان يمارس العلاقة سرا ثم يظهرها ويفضحها أمام الناس ودال لي قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جلس مع أصحابه يوما فقال هل منكم رجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه واستطر بستر الله عليه قالوا نعم قال ثم يخرج فيقول قد فعلت كذا وفعلت كذا أي مع زوجتي فسكت الصحابة ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وقال لهن هل منكم من تتحدث يعني تفعل هذا فسكت النساء فخرجت فتاة وقالت والله يا رسول الله إنهم ليتحدثون أي الرجال وإنهن ليتحدثن أي نساء فقال صلى الله عليه وسلم هل تدرون مثل ذلك إنما مثل ذلك كمثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة أي في الطريق على الملأ فقضى حاجته منها والناس ينظرون وللأسف الشديد كتير من الرجال والنساء دلوقت بقوا يستسهلوا عملية إفشاء الأسرار الزوجية وأسرار غرفة النوم وربما واحد يحكي لصحبه وواحدة تحكي لصحبتها وبعد كده نتفاجئه إن الزوج بينظر لزوجة غيره والزوجة تنظر لغير زوجها بسبب إن كل واحد عرف أسرار التاني فسهل جدا إنه ما يدخلوا البعض عن طريق الأسرار ونقاط الضعف وتخرب البيوت إفشاء الأسرار هو ضمار لبيوتنا في الدنيا وسبب لجلب عذاب الله عز وجل في الآخرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح نفسنا ويصلح بيوتنا ويهدئ أزواجنا وزوجاتنا اللهم آمين والسلام